السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلبة الصف السلس الاعدادي محافظة برصعيد معكم مستر حسني في حلقة حل تدريبات كتاب المعاصر تبقى لنموذج الامتحان الخاص بمحافظة برصعيد هيكون على يونيت 7, 8 and 9 وحدات 7, 8 و 9 والهدف ان احنا نحل التدريبات دي مع بعض انها هتكون استشاد للطلبة عشان يعرف الاسئلة بتجيله ازاي ويعرف ازاي يجاوب عليه من نزام الاسئلة احنا عارفين كل الاسئلة بتيجي تشوز معادة سؤال البراغراف وسؤال القطعة بيجي عليه ثلاث اسئلة الطلبة بيحلوهم لكن في معادة زلك كل الاسئلة بتيجي تشوز زي ما هنشوف في دلوقتي لنموذج الاول هو ده هنلاقيه عندنا في الكتاب صفحة اربعة وستة نجيلي الديالوج طبعا ده التوبج بتاع المحاسة او موضوع المحاسة بهم جدا نقرأ مارينا زارت مبدأ الكوبة السماوية الاسبوع المال ريم ومارينا بتكلموا فريم بتسألها أين انت ذهبتي الاسبوع الماضي هنلاحظينا طبعا ان نجيت بدولها على زمن الماضي يعني هنا هتبقى في التصريف التاني لتصريفتنا عشان زمن الماضي طبعا هنا انا ذهبتو الى الحاضيقة ولا انا ذهبتو الى بابنى الكوبة السماوية طبعا هيكون انا ذهبتو الى بابنى الكوبة السماوية هنا مطلوبة ان اسأل سؤال بس قبل باسأل هنشوف الاجابة اللي مارينا قالتها لها أنا ذهبتو مع اصدقائي في بعدها عاكل يبقى ماحتاج اسأل عن حاجة عاكل كيف زهبتي وين ديديو جو متى زهبتي هو ديديو جو مع من زهبتي يبقى ايضا بسأل عن حاجة عاكل يبقى هو بتسأل عن هنا المفاول عاكل لانه جاهل في الاخر ويديو مع من ثري طبعا هنا يا ريم قالت لها سؤال كيف انت زهبتو الى هناك تشوفها الاجابة بتقولها طبعا نتفعل كله وي لان هنا يبقى ايضا يوم معناها انتم كيف انتو زهبتم طب بديكمل احنا قلنا جو بدأ من ديد في ديد هنا بتدول على زمن الماضي يبقى جوها تتحول الباست او زمن الماضي او تصفي تاني وين يبقى على طوله عندي ايه او بيهم مالصاح حتام نشوفها وينت باي كار وينت باي باس طيب هنا في اوتوبيس وفي سيارة مش هقدر حدد انا ما كمل قامت لها باس وهي هنا عالم التعجب بتقول لها انتو قلت باي باس يبقى ازا الاجابة هنا وينت باي باس طبعا طبعا بعد ما اتلاها ده باس قامت هنا سأل السؤال نشوف الاجابة بتاعاتي السؤال we saw a film about ancient Egypt احنا شفنا فيلم عن مصر القديمة يبقى السؤال what did you eat ماذا انت اكلت او انتم طبعا غير مش هتنفع when did you live متى انتم غادلتم برضو مش هتنفع where did you stay اين انتم اقمتم what did you see ماذا انتم رأيتم طبعا هتبقى what did you see did they use stars to know when the Nile flooded هل هما كانوا بيستخدموا النجوم لكي يعرفوا متى ال Nile يفيد طبعا سؤال بدء ب did يبقى معناه هل والاجابة yes او no قلت لها yes they did ايو هما بيستخدمهم yes they do طبعا do مش هتنفع no they don't طبعا بدا ما عندي did يبقى الااجابة لاما did او didn't طبعا زي ما انتم شايف ما فيش did انتم خالص يبقى هي الااجابة على طول yes they did ديجي بقى ليه سؤال number two سؤال choose وده احنا عارفين الاسئلة بقى الاختياري سواء grammar اللي عندكم او سؤال الفوكابلاري كله بيجا عندكم choose اختيار our N is a place with water and trees in a desert هو مكان في مياه واشجار في الصحراء يبقى هيكون ايه causes اللي هو الواحة the words beautiful and ugly are بيقول كلمة beautiful اللي هي جميل واغلي قبيح يبدين المتناقضين والمتناقضين اسمهم ايه ant names modern خلي بالك ان كلمة synonyms ومراضف with the same معناها نفس الشيء برضو معناها تعتبر مراضف وايه كوان متساوي يعني التلاتة دولا بمعنى واحد عشان كده مش هينفح تجي واحدة منهم لاني جايب لي تلاتة بنفس المعانا ده bank is best yassr دي انا عندي كلمة يسر دي الامس بتدوله على زمن الماضي طب البنك بقى هل البنك هيصرق نفسه طبعا البنك بما ينفعون ما ينفعش يقوم بالفعل يبقى انا عايز باسف مبني للمجهول ويصرر نيف الماضي يبقى ازا انا عايز was or where زي البصبر تسول ده بنك مفرد يبقى هيجي was or where البصبر تسول والزربد البنك السوريقة بالامس وش البروتكت اول انفيرنومنت نحن نبغي ان نحمي بيئاتنا the word protect من زي كلمة protect تعني طبعا هتعني save save يعني يحفظ وبروتكت يحمي the medicine is based by the man every day الدواء طبعا الدواء مش هينفع يقوم بالفعل يبقى ما فعل مش هينفع يأخذ لكنه يؤخذ طيب وهنا عند كلمة every day مضارع يبقى بيتكلم عن زمن المضارع البسيط فين في الباسف ايه زيبقى بعدها بصبر تسول يبقى فين التصفيتات is talk الدواء يؤخذ بوسط الرجل كل يوم the word is based the word fornal fornal معناها اجنبي بيقوله انا عايز كلمة مرادف لكلمة fornal stranger غريب طبعا غريب unknown غير معروف فهو يعتبر الاجنبي يعتبر stranger اللي هو انسان غري دي وقتها هنجمع للكتاب صفحة 115 وده يعبارة عن التجربات اللي على unit A نجمع لديالوج التوبك الموضوع the help is reading an article about global warming رحيب بتقرأ مقال عن احتباس الحرار عزة ورحيب عزة بتأسألها what are you reading ماذا انت تقرأي لاحظ ان احنا هنا والنقل بتقرأ مقال عن ايه reading about global warming عن احتباس الحرار قالت لها I am playing football أقرأ ألعب كود قدم I am watching TV وشاهد التلفزي I am reading an article أنا أقرأ مقال يبقى هي دي الإجابة الصحيح بعد كده عزة what is the article about المقال عن ايه طبعا انه هنا about global warming عن الاحتباس الحرار قدت لقيت about global warming عن الاحتباس الحرار بعد كده هنا عزة عايزة تسأل سؤال قامت راحا قالت لها it means the increase of temperature بيعني زيادة درجة الحرارة يبقى السؤال ايه ماذا يعني الاحتباس الحرار what does global warming mean ماذا يعني ما هي ايه number a بعد كده سألتها سؤال can we solve this problem هل نستطيع ان احنا نحل هزين مشكلة طبعا سؤال بدء بفعله مساعد او بفعله ناكس ازاي كان يبقى معناه هل ويبقى الاجابة yes او no طيب هنا كلها yes و no نشوف هنا بقى تاني حاجة بيحدد الفعل المساعدة في السؤال كان يبقى لازم نيجي في الاجابة كان وكانت يبقى ازا هنلاقي ايه وبيه هم الفوم كان وكانت يبقى الحالة يكون واحدة منهم هنا can we هل نحن نستطيع هو بتكلم على العموم على عموم الناس بقى الاجابة ايوة نحن نستطيع يبقى الاجابة yes we can نعم نحن نستطيع طيب لكن no هي كانت هي مش موجودة في السؤال عشان نجيبها في الاجابة بعد كده عزة هتسأل السؤال اما تبقى يطلعها في الاجابة لازم نقرأ الاجابة الاول we can solve it نحن نقدر نحلها by planting more trees نحن نزع المزيد من الاشجار يبقى السؤال كيف نحلها how can we solve it كيف نحلها where did you live اين تعيشي how are you كيف حالك هل انت هنا طربيبة اسنان يعني انه يبقى الاجابة هي ايه كيف نحل المشكلة بعد كده قمت هنا عزة قلت لها جملة انتو زي زيو انا زيبت الى حركة الحيوان طبعا مش هتنفع معها نحن نقدر نحل المشكلة بده احنا نزع ما يزيد من الاشجار I agree with you انا اتفك معك يبقى دي انسب واحدة ولا she won't she won't اتسكلها كان في المدرسة he played football لا ايبا هي I agree with you a plant which lives in the sea بيقول له هو نبات بيعيش في البحر يجوال near the coast وهي غالبا بيكون بالقرب من الشارق is cold هيكون sea side sailor sweet the sea grass اللي هو اعشاب البحر the antenna of renewable renewable معناها متجدد بيقول لي antennae مضاد عايز مضاد كلمة متجدد طب لو بصلنا هنا في الاختيارات اللي عندنا new جديد طبعا يعتبر زيها زي renewable modern حديث زيها non renewable غير متجدد ايو لانه بعايز مضاد يبقى non renewable غير متجدد the prefix is based means use again بيقول لي يعني نحن نستلمه مرة اخرى مرة اخرى يبقى r a لو بجيبها قبل الكلمة بتتوفيد ان انا بستلم الحاجة مرة تانية the right re-right ويادى suffix is based to the word use بيقول لي هنا الصفقس اللاحقة اللي بتجفع اخر الكلمة عشان اضفها لكلمة use to give the opposite of useful عشان اجيب مضاد لكلمة useful طيب لو استخدمنا هستخدم less عشان use less معناها غير مفيد عكس useful اللي معناها مفيد if you keep eating sweets اذا انت استمريت في اكل الحلوة الحلويان you will is based bad teeth احنا عارفين will قاعدة if هاي دي جرامة قاعدة الحلوة الشرطة الاولى ان هنا بيجي بعدها مضادة وفي جملة تانية هتكون will وال infinitive بيبقى العايز هنا infinitive بيبقى you will have انا سوف يكون لديك اسنان سيئ paper can be reused اهي ري اللي قلناها من شوية معناها ان انا بسلم الحاجة مرة تانية بيقل بالورق ممكن انه يتم اعادة السخدم واغين مرة اخر reused مينز كلمة reused تعني removed يتلغي parent يحتارك recycled يعاد تدوير طبعا تكون recycled يعاد تدوير الوقت هاي نجبقى لنموذج الاسئلة اللي موجود عن صفحة 166 على يونة ناين الوحدة التاسع التوبك او موضوع المحادسة خالد has read the story of the iron woman خالد قرأ قصة عن المرأة الحديدية يوسف يسأل خالد have you read the iron woman هل انت قرأت قصة المرأة الحديدية هو لسا يلي انه ان خالد قرأ قصة المرأة الحديدية بقى اللي جابها طبعا yes i have طبعا عندي هنا yes i have yes i do بدأ من have جاة في السؤال بس انت معانا هالو الاجابة yes وهالسان them have تاني في الاجابة بعد كده يوسف هنا عايز يسأله السؤال نشوف الاجابة خالد قال she was enormous with big red eyes هي كانت مرأة ضخمة وكانت لها اعين حمراء كبيرة نشوف مع السؤال where was the iron woman اين طبعا هنا ماليش في الاجابة اين ماليش مكان where was the iron woman لماذا كانت المرأة الحددية برضو معلش هنا سبب when was the iron woman معلش هنا برضو وقت متى how was the iron woman ايو بسئلة عن حلها كتزاي اللي هو طبعا وصفها الوصف التعاهد بعد كده يوسف عايز السؤال نشوف الاجابة خالد قال له ايه she came to the factory to destroy it هي جاءت الى المصنع لكي تدمر فينا سببها هو في بس غلط يبقى السؤال لماذا لماذا هي ذهبت الى المصنع why did she come to the factory وكده يوسف سأل السؤال did she really destroy it هل هي دمرته طبعا بدام did يبقى السؤال معناها هل والاجابة yes أو no طيب هو اجيب له كلها no did جاء في السؤال يبقى لازم ان تكون في الاجابة didn't عشان كلهم نافي طبعا هنا no she doesn't مش هتنفع no she isn't ما كده يوسف سأل السؤال بيقول what is the moral of the history moral معناها المغزى الاخلاقي المغزى أو الاخلاق أو الهدف اللي احنا عايزين ناخده من القصة دي we should steal money نحن ينبغي نحن نصر كمال طبعا ده مش هدف اخلاقي we should destroy the environment ينبغي نحن ننبغي البيئة برضو مش موضع مش اخلاقي we should protect the environment ينبغي نحن 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 نحفظ على البيئة ولا we should kill animals ينبغي نحن 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 سؤال الاختيار على الجرامر وعلى الفوكابلا lose is the opposite of كلمة lose معناها يخسر هي مضاد مضاد يبقى يخسر يفوز يبقى وين is this means able to continue without causing damage to the environment بيقول هزي الكلمتها عن انك تكون قادر على ان انت تستمر بدون ما تسبب تدمير للبيئة هل non-renewable غير متجدد sustainable مستدام ايوه مستدام معناها ان انت هتستمر من غير ما تعمل تأدمير للبيئة if I is be rich I would help the poor بول لو انا كنت غني كنت انا هسيعد الناس الفقراء طبعا نحن عارفين هنا قاعدة F فهيان شوف بقى الحالة الشرطية اولا التانية فيه في الجملة التانية would يبقى الحالة الشرطية التانية هيبقى ازا في الجملة الاولانية محتاج زيما الماضي بسيط و I بتاخد في الماضي البسيط عند M have had وير تبقى حد يقولي يا مسر ده المفروض ان I بتاخد ورز بس هنا ده يعتبر حاجة تخيل بول لو انا كنت غني في حالة التخيل او في حالة advise النصيحة بنستخدم where مع us we add the prefix is best to give the opposite of like في الاحنا بنستخدم بادئة عشان نجيب مضاد كلمة like طبعا مضاد كلمة like dislike بقى استخدم ال prefix او البادئة D-I-S apply very big is the space of enormous enormous ضخم عايز كلمة very big كبير جدا يبقى هي ايه بالنسبة لـ enormous يبقى اذا هي سنينيه مراطف لان ده very big كبير جدا ودي enormous ضخم او كبير جدا she used to be lazy هي اعتدد انها تكون but no she لكن هي الان طبعا كلمة but بتوفيد التراقل هي في الماضي اعتدد انها تكون كسولة يبقى الان هي ليست كسولة هي لا تكون كسولة طيب هنا نشوف الاخترار didn't لا انا عايز هنا مضارع مش هتنفع didn't مش هتنفع wasn't طبعا هي هنا شي فاعل مفرد يبقى هياخد isn't هي الان لا تكون كسولة لان ارنت طبعا مع البلوير مع الجمع بنقول لي تعالى بيتمحافظة البور الصعيد لو عجبك الحلقة من السجنة اعمل لايك والسلام عليكم وعليكم 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 انا معكم مصرح وصناع عبد الملع